قصت اليوم عن أستاذة جامعية وصلت فيها النرجسية لمرحلة فكرت أن مؤهلاتها بتخولها أنها تقتل السلام عليكم معكم كريم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد القصة بتبدأ من الستينات من حوالي 55 سنة تقريبا عندما تزوج شاب اسمه سامويل من بنت اسمها جودي عاشوا سامويل وجودي في ضواحي مدينة بوستن بولاية مستشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية وكانوا متفاهمين مع بعض وحياتهم حلوة بعد فترة من زواجهم تحديدا من تاريخ 24 إبريل من عام 1965 صار عندهم بنت وسموها أيمي كانت أيمي مدلة للزيادة عن اللزوم من لما كانت صغيرة ومع أنه صار عندها أخ اسمه سيث أصغر منها بثلاثة سنين إلا أنها ظلت هي المدللة وما كانوا أبوها وأمها يرفضوا لها أي طلب سامويل أبو أيمي كان بروفيسور بجامعة نورث إيسترن ببوستن وتربت أيمي وأخوها سيث على تقديس العلم من لما كانوا صغار وما كان غريب أبدا أن أيمي كانت متفوقة فوق العادة بالمدرسة تفوقها بالدراسة خلى أهلها يدللوها أكتر وأكتر وأي طلب كانت تطلب وما كان حدا يقلها لأ لأنه من وجهة نظر أهلها طالما هي كويسة بالمدرسة فكل أمورها تمام وما في خوف عليها تخرجت أيمي من مدرسة برين تري الثانوية بدرجات ممتازة وقررت تدرس علم الأحياء بعام 1983 بدت أيمي بيشوب دراسة علم الأحياء بجامعة نورث إيسترن وهي نفس الجامعة اللي بدرس فيها أبوها وظلت محافظة لتفوقها كانت أيمي معجبة بنفسها وواثقة بقدراتها لدرجة كانت مفكرة حالها أذكى من باعي الناس ودلال أهلها إلها عززها الفكرة عندها لدرجة أنها وصلت لمرحلة اقتنعت أنه أي شيء بدهيها لازم يصير ونفسيتها هي خلتها ما تقدر تتحمل أي كلمة وانتقاد من حدا يعني باختصار كانت شخصيتها نرجسية من الدرجة الأولى أهل أيمي كانوا شايفين أنه ما في مشكلة بشخصية بنتهم لحد ما إيجا يوم 6 ديسمبر عام 1986 وصارت حادثة قلبة حياتهم للأبد شو صار بهاليوم؟ كانت أيمي اللي كان عمرها بهذاك الوقت 21 سنة عم تحكي هي أخوها سيث اللي كان عمره 18 سنة أثناء الحديث نزعجت منه وتخانه طلعت أيمي لفوق دورت على بندقية الصيد تبع أبوها وراحت على غرفتها ما كان سبقه جربت تستخدم البندقية من قبل لهيك جربت تستخدمها وأطلقت النار بغرفتها نزلت على الطابق السفلي وكانوا أخوها وأمها تحت بالمطبخ وجهت البندقية على صدر أخوها سيث وأطلقت النار للرصاصة صابت قلبه ومات فورا بعد ما أوزت أخوها سيث هربت أيمي من البيت وهي حاملة البندقية وركضت باتجاه آخر الشارع دخلت على محل تصليح سيارات ورفعت البندقية على العمال اللي بيشتغلوا بالمحل وقالت لهن أعطوني سيارة أهرب فيها لحسنا الحظ بهاللحظة وصلوا ورجاء للشرطة وألقوا القبض عليها ما حاولت تقاوم لأنها كانت عرفانة أنها إذا قاومت ممكن تخسر حياتها أخذوها على مركز الشرطة وهنيك رفضت أيمي تتعاون مع المحققين كلما سألوها سؤال كانت تسكت أم أيمي كانت الشادة الوحيدة على الجريمة بس قالت بالتحقيق أن بنتها كانت ماسكة البندقية وطلعت منها الرصاصة بالغلط بالنسبة لجودي والدة أيمي كانت الفكرة أنا خسرت ابني وما بدي أخسر بنتي كمان بنفس اليوم وبعد معاينة مسرح الجريمة والأدلة تسجلت الجريمة على أنها حادثة وما سجنت أيمي ولا تحاكمت كيف هيك صار؟ كل الأدلة بتقول أن أيمي قتلت أخوها عن سبق الإصرار والطار الصد لو أنها قتلت بالغلاط لماذا لا تهرب؟ وإذا بدأت تهرب لماذا لا تأخذ معها البندقية؟ ولماذا لا ترفع البندقية على العمال بمحل تصليح السيارات؟ هي بحد ذاتها تعتبر جريمة ولازم تتعاقب عليها ببساطة أهل أيمي كانوا بيعرفوا قائد الشرطة بالمنطقة وغالبا هو اللي ساعدهم بالتستر على الجريمة بعد هالحادثة تعلمت أيمي درسه وحطته برأسها أنه هي ذكية وبتقدر تلاقي طريقة لتهرب فيها من المشاكل اللي ما بيقدروا يهربوا منها الأشخاص العاديين لأقل ذكاء لأنها فكرت أنها نفدت من الجريمة بسبب ذكاءها مو بسبب تستر أهلها تسكرت قصة موت سيث ورجعت أيمي لحياتها الطبيعية ودراستها ولا كأنه صار شيء خلال فترة دراسة أيمي بجامعة نورث إسترن تعرفت على شاب اسمه جيمس أندرسن كان فيه ثمامات كبيرة بتجمع بينها وبينه وبعد فترة من تعرفهم صارت تقضي معظم وقتهمه وخلال وقت قصير صار في قصة حب بينه وبينها تخرجوا أيمي وجيمس من جامعة نورث إسترن وتزوجوا بعد التخرج وانتقلوا لمدينة كامبريتش بولاية ماستشوسيتس وهناك نقبلت أيمي ببرنامج الدراسات العليا لعلم الأحياء بجامعة هارفرد برنامج الدراسات العليا بجامعة هارفرد يعتبر من أفضل برامج دراسة علم الأحياء بالولايات المتحدة وحتى بالعالم مجرد الالتحاق فيه يعتبر إنجاز كبير الالتحاق أيمي بهالبرنامج زال غرورها أضعاف ما كان عليه وكبرت براسها فكرة إنه هي أحسن وأذكى من غيرها التحقت أيمي بالبرنامج بس ما كانت بنفس التمييز اللي كانت فيه من قبل بسبب صعوبة الدراسة بهارفرد وهالشي خلاها تتعرض لضغوط نفسية كبيرة بس بالنهاية قدرت تتخرج من جامعة هارفرد بدكتوراه بعلم الوراثة عام 1993 ورجعت هي وزوجها لمدينة بوستن أول وظيفة اشتغلت فيها أيمي بعد التخرج كانت باحثة بمشفى بوستن للأطفال كان مشرف أيمي بمختبر العصاب بالمشفى هو دكتور اسمه بور روزنبيرغ وكانت تصير مشاكل بينه وبينها بشكل مستمر لأنه كان شايف إنها ما بتحقق متطلبات العمل وما كانت تقوم بشغلها بالشكل المناسب بالنسبة لشخصية نارجيسية مثل أيمي كان الموضوع مزعج جدا لأنها ما كانت قادرة تتحمل النقد وكانت معتبرة أنه انتقاد المشرف لشغلها هو انتقاد لشخصها جيمس أندرسن زوج أيمي وقف معها بمشكلتها مع مشرف المختبر حتى أنه هددوا بالأدل إذا دايق أيمي مرة تانية استمرت المشاكل بين أيمي والمشرف وكان انتقاده إليها بكل مرة يزعجها أكتر وأكتر لدرجة أنها بمرة من المرات كانت على وشك أنه يصير معها انهيار عصبي لما حطت لها تقييم سيء واستقالت من الشغل بالمشفى نهائياً لكن لا توقعين من أيمي أنها تستقيل وتترك مشرف المختبر بحاله بدون ما تنتقم منه بعد ثلاثة شهور من استقالة أيمي من المشفى وصل لبور روزنبيرج مشرف أيمي السابق طرد بريدي من جهة غريبة شك بأنه هناك شيء ليس طبيعي بالطرد وفعلاً حاول يكتشف ماذا يريد داخله من غير ما يفتحه ورى أسلاق قمبلتين أمبوبيتين وهالقمبلتين سينفجروا في حال فتح الطرد يعني من حسن حظه أنه ما فتح الطرد مباشرة ولا كان خسر حياته خبر الشرطة ولما سألوا إذا بشك بحدع قال لهم أنه بشك بأيمي وزوجها جيمس لأنهم سبقوا هددوه انطلبوا أيمي وجيمس للتحقيق وما تعاونوا أبداً مع المحققين وجيمس أنكر أنه هدد الدكتور بور روزنبيرج بالقتل بالنهاية المحققين ما قدروا يأخذوا أي إجراء بحقهم بسبب عدم وجود أدلة كافية بعد ما استقالت أيمي من مشفى بوستل للأطفال اشتغلت بأكتر من وظيفة بحثية بس بشكل عام كان الأجر اللي بتتقاضاه على هذا النوع من الشغل منخفض نسبياً جيمس زوج أيمي كمان كان يشتغل شغل مستقل وما كان فيها المردود المادي الكبير لهيك كان همهم الأول بالحياة تأمين احتياجات بيتهم خصوصاً أنه صار عندهم أربع أطفال ثلاث بنات وولد والشي المثير لليش مئزاز أنه أيمي سمت ابنها الوحيدة على اسم أخوها سيف اللي قتلته لما كان عمرها 21 سنة بالنسبة لأيمي ما كانت حياتها البسيطة هي الحياة اللي بتطمح لها لأنها كانت تعتبر نفسها عالمة مهمة مو موظفة على وشك الإفلاس وكانت شايفة أنها بتستحق تعيش حياة الرفاهية وهالشي كان مسببلها ضغوط نفسية كبيرة كانت تنعكس عليها سلباً بالشغل كانت أيمي تقضي وقتها بين الشغل وبين الاهتمام بولادها ووقت فراغها كانت تقضيه بكتابة الروايات شخصية أيمي النرجسية كانت تتسبب بمشاكل كثيرة على سبيل المثال بعام 2002 راحت أيمي وزوجها وولادها على مطعم آي هوب ليتناولوا وجبة الأفطار هنيك وبهذاك اليوم كان المطعم مزدحم أكتر من العادة طلبوا وجبات بانكيك وطلبت أيمي كرسي خاص للأطفال لأبنها الصغير سات اعتدرت منها الكرسونة وقالت لها أن الكراسي الخاصة بالأطفال خلصت وقبل شوي في عائلة تانية أخذت آخر كرسي قالت لها أيمي هذا كلام سخيف أنا البروفيسورة أيمي بيشوب أنا متخرجة من جامعة هارفورد راحت لعند عائلة بالمطعم كان معهم كرسي أطفال وقالت للأم عطيني الكرسي ردت عليها السيدة لا عم استخدمه صارت أيمي بلا تأخذ الكرسي بالغصب فحاولت تمنعها وما كان من أيمي إلا أنها صارت تضرب السيدة على وجهها كانت أيمي شغالة على مبدع أنا أيمي بيشوب أحسن من كل الناس وإذا بدي شيء لازم أأخذه وإذا منعتني من أني أأخذه رح أأذيك جيمس زوج أيمي كان أعيرا ميتفرج وما عمل أي شيء وبعد شوي أجو رجال الشرطة ألقوا القبض على أيمي ولحتى تتجنب الحكم عليها وافقت على حضور دورة إدارة الغضب طبعا هي ما لتزمت بالدورة لأنها ما كانت شايفة حالها أنها غلطانة أصلا بقيت أيمي وعائلتها عايشين حياة بسيطة لغاية عام 2003 لما صار شيء غير لهم حياتهم كلها شو صار؟ حصلت أيمي على عرض وظيفة للتدريس بجامعة ألباما وطبعا وافقت مباشرة على العرض وبدون تردل بالنسبة لها الوظيفة بتحقق لها راتب كبير وثابت بخليها تعيش حياة الرفاهية اللي انحرمت منها بالسنين الماضية وبنفس الوقت بتحقق لها مركز اجتماعي بليء فيها وبشخصيتها النرجسية انتقلت أيمي وعائلتها من بوستن لمدينة هانتسفل اللي موجودة فيها الجامعة كانت أيمي بالبداية متحمسة للمركز الجديد وكانت مثالة الاستاذة الكويسة والودودة وكانوا كل الطلاب يحبوها هالفترة كانت ذهبية بالنسبة لأيمي مو بس بسبب الوظيفة بالجامعة كمان لأنها بهذه الفترة نجحت نجاح مبهر ببحوثها الخاصة قدرت تصمم هي وزوجها جيمس حاضنة خلايا الكترونية مصمم إلى الحفاظ على بقاء الخلايا حية لوقت أطول هالاختراع كان نجاح كبير لأيمي كانت عم تنتظره من زمان وبنفس الوقت قدرت تستفيد منه ماديا وعلى قد ما كان هالنجاح شيء كويس إلا أنه عزز عند أيمي الفكرة الأديمة برأسها إنها أثكة من العالم وبحق إلها تعمل شو ما بدها مع مرور الوقت صارت أيمي تتغير للأسوأ بالجامعة صارت تتعامل طلابها بفوقية ولما حدا منهم يسألها شيء سؤال كانت تتعصب وتقول لا تضيعوا لي وقتي طالما إنكن عم تسألوا فأنتم ملازم تكونوا عم تدرسوهون بيقولوا الطلاب كمان إنها ما كانت حتى تتطلع فيهن أثناء الدرس ومحاضرتها صارت عبارة عن قراءة للدرس حرفيا من الكتاب بدون إضافة أي شيء صاروا كل الطلاب يعطوها تقييمات سيئة وبعضهم طلبوا ينتقلوا من عندها بالنهاية الأمور وصلت لمرحلة سيئة وجزء من الطلاب التقوا برئيس قسم الأحياء بالجامعة وهو الدكتور جوبي بوديلا مع هيك الدكتور جوبي ما أخذ أي إجراء بحقها والطلاب حسوا إنه مظالمهم من سمعت لهيك عملوا عريضة بتضم عشرات التوقيعات بشهر مارس من عام 2009 صدر قرار من عميد كلية العلوم بجامعة ألاباما بفصل أيمي من وظيفتها ووفقاً لسياسات الجامعة هالشي بيعني إنه عقدها مع الجامعة رح ينتهي بعد 12 شهر يعني بإمكانها تدرس بالجامعة سنة أخيرة لشهر مارس 2010 بالنسبة لأيمي كان قرار فصلها من الجامعة بمثابة الإعدام بالنسبة لها كيف بدها ترجع لحياتها القديمة وتخسر المركز اللي كانت فيه عائلها ما تحمل الفكرة وجنت وعصبت راحت لعند عميد كلية العلوم اللي فصلها وقالت له هذا سخيف أنا خريجة جامعة هارفورد وأنت فصلتني لإني أذكى منك ولأنك بتغار مني دخلت أيمي بحالة اكتئاب وخيبة أمل وصارت تفكر لحالها شو لازم تعمل وما شاورت حدا حتى زوجها جامس رفضت تحكي معه بالموضوع ما فكرت أيمي إنها لازم تدور على شغل جديد لا بالعكس كانت مصرة إنها رح تربح الريهان وتبقى بشغلها القديم وكانت تتأكد لرفقاتها إنها رح تستمر بالتدريس بجامعة ألباما قدمت أيمي شكوة ضد الجامعة للجنة تكافؤ الفرص وقالت بالشكوة إنه إدارة الجامعة عندها تمييز بين الجنسين لصالح لرجال لهيك فصلوها لجنة تكافؤ الفرص حققوا بالموضوع واكتشفوا إنه الكلام مو صحيح ومع هيك ما يقست أيمي من المحاولة ببداية عام 2010 قدمت طلب استقناف لرئاسة الجامعة وانرفض طلب الاستقناف كانت هاي اللحظة هي أسوأ كابوس بالنسبة لأيمي لأنها كانت متأكدة إنها رح تقدر تقنعهم يغيروا إجهة نظرهم بس فشلت وما بقي قدامها أي مجال للمحاولة يعني فصلها من الجامعة صار أمر واقع قالت أيمي لحالها علي وعلى أهداي وقررت أنها تنتقم تاريخ 12 فبراير عام 2010 صارت حارثة هزة جامعة ألباما والولايات المتحدة الأمريكية كلها شو صار بالبداية كان يوم عادي راحت أيمي على الجامعة وعطت محاضرات مثل العادة وحسب كلام الطلاب اللي درستهم بهذا اليوم كانت طبيعية جدا ساعة 3 العصر دخلت أيمي على اجتماع للمدرسين بالجامعة كان اجتماع إداري روتيني هدفه مناقشة الخطة للفصل الدراسي الجاية وكانوا عم يحضروا لاجتماع 13 دكتور ودكتورة من أهم الكفاءات العلمية بمجال إجراء الأبحاث على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية كلها الحاضرين استغربوا من وجود أيمي بالاجتماع لأنهم بيعرفوا أنها مفصولة ومو بقي لها إلا أقل من شهر بالجامعة بس قالوا لحالهم مو مشكلة بتظل زميلتنا وحابة تحضر يمكن عم توضع الجامعة استمر الاجتماع لمدة 50 دقيقة وخلال هالوقت كانوا الدكتورة عم يناقشوا مقترحات الفصل الدراسي الجاية وكانت أيمي قاعدة وساكتة على غير العادة وحاطت راسها بدفتر الملاحظات ومع عم ترفعه قبل ما ينتهي الاجتماع بشوي طالعت أيمي مسدس 9 ملي متر من حقيبتها وبدت تطلق النار عليهم خلال ثواني أطلقت 6 طلقات صابت فيهم 6 من الدكاترة من ضمن اللي كانوا بالقاعة كان في دكتورة اسمها ديبرا مورييرتي وهي من رفقات أيمي المقربين لما بلشت أيمي إطلاق النار نزلت ديبرا تحت الطاولة وقالت لأيمي لا تقتليني فكري ببنتي فكري بحفيدي بس أيمي ما اهتمت وجهت المسدس عليها وأطلقت النار بهاللحظة في شي غريب صار أيمي ضغطت على الزناد بس الرصاصة ما طلعت لأنه المسدس اتعطل فجأة دكتورة ديبرا استغلت الفرصة ودفعت أيمي وطلعتها لبرات قاعة الاجتماعات وقفلت الباب ساعدوها باقي الدكاترة بتحصين الباب واتصلوا بالطوارئ كانت أيمي ناوية تقتل كل الأشخاص اللي بالقاعة بس العطل اللي صار بالمسدس أنقذ حياة البقية خلال وقت أصير العشرات من الرجال الشرطة اقتحموا الحرم الجامعي لدرجة أنه صار يبين وكأنه منطقة حرب حصيلة إطلاق أيمي للنار كانت ثلاث قتلة وثلاث جرحة أصيب جوبي بوديلا رئيس القسم برصاصة براسو ومات مباشرة الضحية الثانية هي الدكتورة ماريا راكلاند ديفيس وهي دكتورة بعلم الأحياء الضحية الثالثة كمان كان عالم أحياء اسمه أدريال جونسون والثلاث جرحة هنين لويس كروزفيرا وهو دكتور بعلم الأحياء جوزيف ليهي كمان دكتور بعلم الأحياء ومساعدة اسمها ستيفاني مونتي تشيلو حاولوا المسعفين إنقاذ الجرحة بينما رجال الشرطة صاروا يلفوا بالمبنى ليساعدوا الطلاب على الخروج خصوصا إنه كان في مخاوف من إنها تحط قنبلة فيروسية بالمبنى شو سبب هالمخاوف؟ كانت أيمي تعاملت من قبل مع فيروس الهيربس وكتبت رواية بتحكي فيها عن انتشار فيروس مشابه إله بكل العالم وهالفيروس تسبب بإجهاض كل النساء الحوامل وبما إنه أيمي أتلت الدكتورة بقاعة الاجتماعات فمو مستبعد إنها تكون ناوية تعمل شي أكبر من هيك وتطبق روايتها على أرض الواقع أكيد خطر ببالكم سؤال ويراحت أيمي بعد ما طلعوها من قاعة الاجتماعات طلعت على الحمام بالدور الثاني رمت المسدس بسلة المهملات وحطت فوقه مناديل ونظفت الدم من على وجهها ويديها وخلعت جاكيتها لأنه كان متوسخ بالدم وكمان حطته بسلة المهملات تصلت بزوجها ليجي ياخدها مثل أي يوم شغل عادي بس قالت له ياخدها من باب الجامعة الخلفي بالنسبة إلها كانت مفكرة أنه الموضوع بها البساطة وأنه بذكاءها خططت أنها تطلع من الباب الخلفي وما حدا رح يقدر يلاقيها طبعا بمجرد ما طلعت من باب المبنى رجال الشرطة شافوها وألقوا القبض عليها وصل جيمس على الجامعة وعندما كان يركن سيارته شاف قدامه مشهد صادم شاف الشرطة يضع القيود بأيدين أيمي لم يكن لديه أي فكرة عن أنه مرته قتلت ثلاث أشخاص لأنه لم يشعر بأي شيء غريب عندما اتصلت فيه كانت أيمي تقول للشرطة عندما ألقوا القبض عليها ما صار شيء ما عملت شيء ولما سألوها عن الأشخاص التي قتلتهم قالت ما ماتوا لساتهم عايشين كانت عم تتظاهر بالجنون لحتى تستفيد من هالشيء بالدفاع عنها بعدين فتش ورجع للشرطة المبنى وما لقوا أي قنابل فيروسية الشيء الوحيد اللي لقوه هو المسدس اللي خبته بسلة المهملات بالحمام بعد يوم واحد من قتل أيمي لتلتة كاترة بعلم الأحياء بجامعة ألاباما اكتشفوا محققين هانتزفيل المفاجأة الكبرى لصدمتهم وهي أن الدكتورة أيمي لها تاريخ من القتل وسبقوا وقتلت أخوها قبل 24 سنة طبعا المعلومة لا عاد تقدم ولا عاد تأخر لأنه اللي صار صار لو أن أهلها ماتستروا عليها بوقتها ما كانت عملتها لمصيبة بالجامعة بعد كلها سنين بدت التحقيقات مع أيمي وما كانت متعاونة بالتحقيق حاولت تنكر وقالت للمحققين أنا ما كنت هنيك وما بتذكر أي شي مو بس هيك كانت عم تحكي مع المحققين بفوقية وقتقل لهم عندكم فكرة مين أنا؟ أنا البروفيسورة أيمي بيشوب أنا خريجة جامعة هارفرد روحوا حصلوا على الدكتوراه بعدين تعووا احكوا معي وكمان كانت تطلب من الشرطة بالسجن إنهم ينادوا لها بروفيسورة حاولت أيمي تنتحر قبل المحاكمة بس فشلت محاولة الانتحار عالجوها بالمشفى ورجعوها للسجن بدت محاكمة أيمي وحاولت خلال المحاكمة تنكر إنها متذكر أي شي بس هالشي كان صعب يتصدق لأنه محاولة إخفاء المسدس بتدل إنها كانت عم تحاول تخفي جريمتها كانوا محاميين أيمي شايفين إنه ما في أي مجال لتبرئتها لهيق قرروا يطلعوا بأقل الخسائر عرضوا عن ناجين التسعة وعلى أسر الضحايا ثلاثة عرض شو هو؟ عرضوا عليهم إنهم ما يطالبوا بالإعدام مقابل إنه أيمي تعترف بإنها ارتكبت الجريمة عن سبق الإصرار والترصد وافقوا الناجين وأسر الضحايا على العرض لأنهم كانوا شايفين إنه ما في فائدة من إزهاق أرواح تانية بالنسبة إليهم أهم شي إنه أيمي تقضي كل حياتها بالسجن وما تطلع منه أبدا لحتى تنجو من حكم الإعدام وافقت أيمي على الصفقة كمان واعترفت أخيرا بإنها نفذت جريمتها مع سبق الإصرار والترصد حطت أيمي إيديها على رأسها وهي عم تعترف وما اعتذرت حتى لأسر الضحايا بـ 24 سبتمبر من عام 2012 انحكم على أيمي بيشوب بالسجن مدى الحياة مع عدم إمكانية إطلاق الصراحة المشروط تحت أي ظرف أيمي سمعت الحكم بكل برودة عصاب وما عطيت أي ردة فعل أكتر شي بيحزن بها القصة إنه في كتير علامات بتقول إنه أيمي مجرمة ومع هيك تركوها حرة لبعض فوات الأوان بنميل أحياناً لنفكر إنه الأشخاص الأذكياء أو الواصلين لدرجات عالية من العلم فوق مستوى جرائم القتل بس أيمي أثبتت إنه هالشي مو صحيح أبداً أيمي بيشوب هي شيطانة حرفياً غرورها ونرجسيتها خلوها تفكر إنه مؤهلاتها بتخولها تقتل وإنه هي فوق القانون هاي كانت قصتنا لليوم شكراً على المتابعة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشار واشتركوا بالقناة لتوصلكم الفيديوهات الجديدة دعمكن مهم إلنا لحتى نقدر نستمر موعدنا الخميس القادم إن شاء الله الساعة 8 المساء سلام